سبب خلافك مع كابتن حسام البادري في النادي الآن؟ بصوا يعني كان سوق تفاهم وساعتها في حاجات كابتن حسام فاهمها بشكل خاطئ. بمعنى. معنى ان انا كنت ساعتها مصاب. كان عندي زي كرامب. مش شد ولا مزق. كرامب. متمرن. كان اجهاد فعمل كرامب في العضلة الخلفية. واصلا وانا ساهق لان كنا متمرن جامد مع كابتن احمد ناجي. وانا وانا ماشي بطريقة حاسب بيها. لما رحت النادي كان قبل مطش المنصورة في الدورة. وده بعد ما جينا بقى من دورة لندن وبعد ما جينا من دورة المانيا بتاعت الزيتون كنت عامل بطولة غير طبيعية. وانا كنت اصلا قابليها. كان نصف من الجزء كنا. كنت انا عايز اروح اعرع وامشي اروح نالي تاني العب. لكن النادي كان رافض في نفس وقت كانت حسام تكلم معي. قال انت اللي هتفضل وانت اللي هتشنني وهو الاخر. طوله خلاص يا كابتن اوكي. وكان منا وروحنا دورة الزيتون وروحنا دورة آآ آآ لندن. وعملت آآ فاصلت قنات كويسة جدا. حتى تذكر في دورة الزيتون لعبنا جلتة سراي بار ليفر كوزن آآ با ليفر كوزن كان ساعتها اعتقد رئيسي النادي كان رودي فولر نزل برضو شجعني. وكان آآ ريكورد كان مسك جلتة سراي كلم معي بشكل كويس. عملت بطولة كويسة جدا. فجيت بقى ان انا ما جيت في الدورة ما لعبتش. فساعتها لما جالي الشد. حتى كنت احتيقتي اول ماتش المحلة. كانت في السادة كلها الحربية. كان احمد عبدالمنعم اللي كان بيعي لعب اللقاء. فكلم معي وقال له امير احنا طبش تلعب في الدورة يوم شاعة فقلت له خلاص اجابت ما فيش مشكلة خالص. فلعبنا للمحلة. اول ماتش في الدورة. بعد كده فجيت ان انا لما جالي كرام بقول لي كانت محسام انا رجلت يعني قلت لي كان ساعتها كابتان هادي. كابتان حسام ما كانش موجود. كان في الملعب. وكان ساعتها الدكتور رهاب علي وكابتان احمد ناجي وكابتان هادي خشط. هم اللي عارفين ان جالي كرام بكله قال لي طلع عشان ما يزيتش. قلت له لأ عشان كابتان حسام ما يفهمش حاجة. او حد يفهم حاجة. انا عايز اكمل وادوس عشان اخش مع العيبة. قال له لا ريح المسؤولين وكده. فريحت. فطبيعي ان هما ينقلوا الصورة مين? كابتان حسام. كابتان حسام ما معرفش ما اسمعش او قال لهم اه ممكن يكون قلوله اكيد قلوله. تمام? ممكن ما يكونش سمع او ممكن يكون سمع وفاكر ان انا بقى ضعي اصابة او حاجة. الله اعلم بنيته وتفكيره كان ساعتها. فانا لقيت نفسي برا الاسكور يا جماعة. انا اخد حقا وبضحي عشان خاطرة بموجود. ازاي ببرا الاسكور. فهو الدكتور رهاب قال لي تعالي بس انا عايزك. ففهمت ان هو مش عايز اسمع لهم. فبروح له بقول لك اتن حسام عندوقتي اعزاف هم بس انا طلعت برا ليه? فاني ولا طبي? لو طبي حصل موقف مبارح وطلعت وخدت حقا اعتقد ان الدكتورة والكابتان قالو لك. هل انا شايف كده انت طلعت لبرا الاسكور? بس من هنا شدت هو فيه محاولة وطلعت وبعدين شد كان فيه مشدة كلمية بيني وبينه بس وساعتها كان حصل او اكررت ان انا خلاص اباد على النادي غزبا عني جدا ان انا كنتش عايزة اسيب النادي الاهلي. لكن الحمدلله الاهم ان انا ارجع النادي الاهلي ورجعت كمسؤول في اكاديمية النادي الاهلي ان انا ابقى موجود جوا النادي وانا ابني من ابناء النادي الاهلي يعني. ده بس النقاش اللي كان حصل بيني من كابتن حسام بسبب بنشيط النادي الاهلي. مواقف بقى من الكواليس ما تنسهوش مع الكابتن محمد ابوتريكا. اقول لك اتكرت هو مش مواقف بيني وبينه ابوتريكا. هو مواقف كان ماتش الاسماعيلي قبل النهائي. اسمي من فقائنا الكاس مصر. فابوتريكا ما كانش موفق الشوط الاولاني خالص. فمسطر مامور بزيل دخل بينه شوطين. فكنت كابتن احمد حسن كان قاعد كده. وانا وجنبي كابتن احمد باركات. كده ابوتريكا. والجمعة حضري كده. انا كنت بقى لعب اساسي الكاس كله. ده كان سمي فانا ماتش يا اسماعيلي. المهم دخل وزعق جامد وكده. وبعد كده سأل واحد واحد. فقال لي كابتن احمد حسن كان عندي العيب رقم 22 فين. فكابتن احمد حسن عمل كده. وبعدين سألني. كان فيه لعندي العيب موهوب اسمه رقم 22 فين هو انا عايز افهم. حد يرد علي رد. فانا بس قلت له اهو. فالمهم راح مزعاق لي اللي قال لي هو فين? انا مش شايفه. تمام? فقلت له ابوتريكا هو. والناس اللي عيبها طبعا كله عاوز يضحك وكده. فقلت له ابوتريكا ده موجود. والشروط تاني ان شاء الله يبقى كويس. قال لي لا مش حاجة اسمها كده. لازم يبقى يلي هو. ومش عارف ايه. راح معديه. فسأله بقى. قال له انت. قال له انت في رقم 22 كان عندي هنا. متعرفش راح فين? وحمسه بطريقة زكية. هننزل اول لمس اذا ابوتريكا شروط تاني جاب جوله.